أعزائي المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم نمطيكم درس مهم جدا وهو ماذا تفعل إذا انقطع واير أو سلك الحار من البيت أو كان ضعيفا جدا كلكم شايفين أعمدة الكهرباء في الشوارع أعمدة الكهرباء في الشوارع ويت فيها أربعة أسلاك السلك الأسفل هو البارد اللي بعده الحار رقم واحد اللي بعده الحار رقم اثنين رجي بعده الحار رقم تلافق هاي طبعا جاية من المحولة المحولة تاخذ فولتية عالية هاي فولتيج تطلع لك ثلاث خطوط ثلاث حارات كل حار 220 فولت وبارد واحد هو مشترك بين ذني الحارات الثلاثة مرات تنقطع ينقطع الحار أو يضعف يعني انت مثلا ساحب بارد وهذا الحار فمرات هذا الحار ماتك يضعف أو ينخفض شو تسوي بهالحالة لازم تنتقل الى الحار الثاني اذا الحار الثاني ايضا ضعيف لازم تنتقل الى الحار الثالث شنون تنتقل وشن تعرف الكهرباء عندك موزينة يجب ان يكون لديك جهاز اوفو ميتر لفحص فولتية المنزل الاي سي اهم شي هذا الجهاز تفحص فولتية المنزل الاي سي على كل فيز وهذا من تفحصه تفحصه من الميزانية من صندوق الميزانية والبوكس الموجود في البيت تخلي الجهاز القياس بين البارد والحار الأول وشوف القراءة بعدين تنقل بين البارد والخط الثاني وشوف القراءة بعدين تنقل بين البارد والخط الثالث وتشوف القراءة وتقارن یا قراءة اقرب الى ال 220 هي الفيز اللي يمكن استخدامه اي قراءة قريبة من ال 220 فولت تستخدمها للبيت يعني إذا هذا مثلا مية وسبعين وهذا مية وثمانين وهذا ميتين أنت تأخذ أعلى قراءة الميتين لأن الميتين أقرب أقرب للميتين وعشرين ولهذا تجنب الخط الحار الضعيف يعني فولتيتا ضعيفة لأنه يسبب لك مشاكل في البيت خصوصا في الثلاجة والمجمدة والسبلت فيا أخي الكريم احذر احذر من انقفاض الفولتية في البيت وكذلك إذا انقطع الخط الحار نهائيا مرات تعطى للمحولة فينقطع خط الحار نهائيا عن البيت ولكن يوجد خط ثاني فيه كهرباء فتحول من الخط الماء بكهرباء إلى الخط بكهرباء من الميزانية يوجد هو اللي يقسم لك الفيزات فتغير تحوله من الفيز رقم واحد للاثنين للثلاثة تختار اقرب واحد للمئتين وعشرين وتخليه سيلكتر عليه حتى يدخل إلى البيت فولتية جيدة فهاي اخواني مختصر مفيد من عملية اختيار الحار الجيد وتجنب الحار الضعيف او المقطوع مرات الحار ينقطع مرات المحولة تحترك فيبقى بها خط واحد يعني جيرانك جيرانك يشوف عندك كهرباء وانت ما عندك كهرباء ليش لان جيرانك ساحب مثلا من خط الفيز الثالث اللي بي كهرباء وانت ساحب من الخط الاول اللي ما بي كهرباء لان المحولة عاطلة ما جاي تضطي كهرباء بالفيز رقم واحد فيجب عليك ان تحول إلى الفيز رقم اثنين او فيز رقم اثنين فلا تنسى لايك واشتراك بالقناة تفعيل الجرس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته